يعني عايز اقول لكم بجد الفكرة والالهام اللي جاله ده لازم يكون قدام اي بطل رياضي قدام اي بطل رياضي الصورة دي كل واحد بيقول هنا فلان بيحاربني تقول له بص لمحمد صلاح تقول له يقول لك اصلا مش عايز يلعبني اقول له بص لمحمد صلاح يا جماعة الراجل ده من بلدنا الراجل الكابتن ده من بلدنا عدى بنفس الحياة اللي احنا فيها بمشاكلها بصعبها بكل حاجة محمد صلاح مش جاي من بلد تاني جاي من جوة مصر من داخل هذه الارض ارض مصر متلع محمد صلاح وخلي بالك وانا بقولها احنا عندنا كتير زي محمد صلاح صدقوني لازم ندور على الفرصة ولازم نتعب ولازم نكتهد ولازم ندوس على كل حاجة الرياضي الحقيقي اللي هو بيدور ازاي يخرج من الصعاب اكيد الشخصية دي والمنهجية دي في التفكير موجودة داخل مصر وده نموذج مهم جدا مصري لازم نطلع منه بإلهام احنا النهاردة هنبص له بنبهار ولا هنبص له ونفتخر به لكن لازم نستفيد من خبرته وتجربته لازم نستفيد من تجربته لازم نستفيد من تجربته ونبص هو عمل ايه عشان يبقى عندنا ابطال كتيرة في كل الالعاب انا بقول في كل الالعاب عندنا ابطال كتيرة جدا وابطال عالم زي النهاردة عندنا مصطفى لازم لازم نقول ان فعلا المشوار اللي قطعوا وسبح حاجات كتيرة والإحباط اللي حصل تخيلوا في الأول المشوار طريق بيقطعوا لغاية نادي المقولين وبعد وبعد كده وبعد كده إحباطه في تشلسي والنهاردة كل العالم بيسقف له وبيقف يقول ده محمد صلاح المصري الإلهام اللي هو فيه لازم يكون عندنا إلهام بكل الطرق لازم زي ما احنا سمعين الدوري الإنجليزي كله مو صلاح صدقوني أحلى حاجة في الحياة اللي أنا بشوفه في الرياضة دلوقتي وهو قدامي مصري ما كانش حد يتخيل ويتوقع إن فيه واحد في مصر يوصل للمكانة دي مكانة في أكبر حفل في العالم بيكون متواجد مكانة بيكون عنده تمثال في مدحب الشمع ومكانات كتيرة وكله رأساء العالم ودول العالم بيقابلوه محمد صلاح ابننا وعايزين زي محمد صلاح كتير جدا لإنه هو فعلا تعب واكتهد واشتغل على نفسه وعندنا أبطال يقدروا يعملوا ده محمد صلاح أيقونة مصرية رياضية نجحة لازم كلنا نبص عليه ولازم نشوف تعب يوصل إزاي وعايزين كل المصريين الرياضيين يكون هو الأيقونة النجاح عندنا لو محمد صلاح كده عندنا أبطال تانية كتيرة اشتركوا في القناة